كأنه قطع من المرمر اقترب موعد الحفل المدرسي ونشط كل فريق يعد إنجازا يتحف به أترابه يوم الحفل عمل محمود جاهدا صحبة رفاقه فانتشروا هنا وهناك في الحقول المجاورة للمدرسة يجمعون الحلازين ولما فازوا بنصيب وافر منها قسموا الأعمال فيما بينهم بدأت ليلى في تنظيف الحلازين فكانت تأخذ الواحد بين أصابعها الرقيقة وتقوم بإفراغ ما بداخلها من تراب بلطف كبير ثم تخسلها بماء دافئ حتى يزول كل ما علق بها من أوساخ فتغدو تلك القواقع كأنها قطع من المرمر المسقول وانشغل أحمد ومحمود يجمعان وريقات شفافة ثم راحا يأخذان الحلازين الواحدة تلو الأخرى فيسويان وريقة على ثقب كل واحدة منها في دقة متناهية حتى لا تنثقب الوريقة أو تنكسر قواقع الحلازين أما علياء فقد تفننت في تزين هذه الحلازين الجاهزة بألوان زاهية جميلة كانت قد استخلصتها من بتلات الزهر والنوار فكانت تنحني على الحلزون انحناء الرسام على لوحته وتتفنن في تمرير الألوان فوق قوقعتها حتى إذا ما بذلها منها جمال رفعتها بين أصابعها ثم عرضتها للشمس والظل لترى أثر الضوء والظلمة فيها فيبهرها تناصق الألوان وسحر النور ينسكب لامعا فوق قواقع الملساء فتبتسم ويزداد تعلقها لمواصلة العمل وحل يوم الحفل وتقاطر المدعوهون على المدرسة وقدم كل فريق إنجازه ثم كانت العجيبة تقدم محمود ورفاقه وقد أمسك كل واحد منهم بحلزونة جميلة ثم راح ينفخ فيها فانبعثت ألحان متناسقة في فضاء القاعة صفق لها الجميع قربا واهتزت لها نفوث الحاضرين نشوة مر إعداد الحلازين بعد جمعها بثلاث مراحل كبرى أذكرها تمثلت مراحل إعداد الحلازين في تنظيف الحلازين وغسلها بماء دافئ وضعوا ريقات شفافة على ثقب كل واحدة منها تزيين الحلازين بألوان زاهية جميلة أبحث عن ثلاثة أسباب جعلت الأصدقاء ينجحون فيما قدموه يوم الحفل من بين الأسباب التي جعلت الأصدقاء ينجحون فيما قدموه يوم الحفل التعاون تقسيم الأدوار إتقان العمل إيمان كل منهم بموهبة الآخر وقدرته على تأدية دوره وصف الكاتب علياء أكثر من غيرها أعلل ذلك قام الكاتب بوصف علياء أكثر من غيرها لأنها تعتبر في نظر الجميع مبدعة وفنانة وهي من صنع الفارقة وأحدث تغييرا على الحلازين أحدد الشخصيات الواردة في النص وأسجل أعمال كل منها ليلة تقوم بتوظيف الحلازين بإفراغ ما بداخلها من تراب وغسلها بماء دافئ أحمد ومحمود يقومان بجمع وريقات شفافة ويسويان وريقة على ثقب كل حلازونة على حدة علياء تفننت في تزيين الحلازين الجاهزة بألوان زاهية جميلة أبدي رأيي في العمل الذي أنجزه محمود ورفاقه وأعلل إنهم قاموا بعمل جماعي متقن رائع أبحث في النص عن أسماء الإشارة وأصنفها حسب القرب والبعد أسماء الإشارة هنا، هناك، تلك، هذه نصنفها بوضع العلامة في الخانة المناسبة لها أسماء الإشارة للقريب، للبعيد، هنا للقريب، هناك للبعيد، تلك للبعيد، هذه للقريب أعيد كتابة الفقرة الآتية بعد تحديد اسم المدرسة والقرية التي تنتمي إليها عمل محمود جاهداً صحبة رفاقه، فانتشر هنا وهناك في الحقول المجاورة للمدرسة يجمعون الحلازين ولما فازوا بنصيب وافر منها قسموا الأعمال فيما بينهم اسم المدرسة مدرسة النجاح، اسم القرية قرية التسامح في صبيحة يوم الأحد اجتمعت ورفاقي بساحة حين الكائن في قرية التسامح واتفقنا على الذهاب إلى الحقول المجاورة لمدرسة النجاح نجمع الحلازين وعندما وصلنا انتشر الجميع هنا وهناك ولما فزنا بنصيب وافر منها قسمنا الأعمال فيما بيننا أعين الأسماء المعرفة في الفقرة التي كتبتها الأسماء المعرفة في الفقرة هي قرية التسامح الحقول مدرسة النجاح الحلازين الجميع الأعمال أقرأ الفقرة التي كتبتها وأستخرج الأفعال ثم أصنفها إلى صحيحة ومعتلة في صبيحة يوم الأحد اجتمعت ورفاقي بساحة حين الكائن في قرية التسامح واتفقنا على الذهاب إلى الحقول المجاورة لمدرسة النجاح نجمع الحلازين وعندما وصلنا انتشر الجميع هنا وهناك ولما فزنا بنصيب وافر منها قسمنا الأعمال فيما بيننا تذكير أحرف العلة الثلاثة الواو الياء والألف يجمعها قول أوي ولمعرفة إن كان الفعل معتلا أو صحيحا نرجعه إلى ماضيه المجرد وننظر إن كان أحد أصوله أو الثاني من أصوله حرف علة مثال استفتح نجرده فيصبح فتحا فهو فعل صحيح لخلوه من أحرف العلة اجتمعت نجرده فيصبح جمع فهو صحيح اتفقنا نجرده فيصبح وثق فهو فعل معتل لوجود حرف الواو جمعي جمع فعل صحيح وصولنا وصل فعل معتل انتشر نشر فعل صحيح فزنا فاز فعل معتل قسمنا قسم فعل صحيح أنتج كتابيا أقرأ ما يأتي وأشطب العنصر الدخيل كلفك المعلم بإعداد مجلة القسم فاستعنت على ذلك برفيقين قسمتم الأعمال فيما بينكم وشرعتم في الإنجاز قص ذلك ذاكر الأعمال التي قام بها كل واحد وبين أثر هذا الإنجاز في نفوس المعلم والتلاميذ العناصر الاستعانة برفيقين أثر الإنجاز في المعلم والتلاميذ جمع الحلازين من الحق الأعمال التي قام بها كل واحد منكم تزيين الحلازين التكليف بإعداد مجلة القسم العناصر الدخيلة والتي يتوجب شطها هي جمع الحلازين من الحق تزيين الحلازين أسجل على كراسي الأعمال التي قمت بها الأعمال التي قام بها الصديق الأول الأعمال التي قام بها الصديق الثاني الأعمال التي قمت بها جمع المعلومات التي يجلبها أصدقائي في الصف الأعمال التي قام بها الصديق الأول فرز وتبويب ما قمت بجمعي حسب الموضوع التخطيط للعمل الأعمال التي قام بها الصديق الثاني الشروع في إعداد واجهة المجلة وتدوين ما تم انتقاؤه أنتج نصاً على كراسي مستعيناً بما سجلته في حصة التواصل الشفوي تناولنا صحبة معلمنا السيد أحمد طرق إنجاز مشروع قسمنا فقص كل مجموعة بعمل على مدار أسبوعين وكلفني بإعداد مجلة القسم فاستعنت على ذلك برفيقين كان لي خير معين باشرنا العمل بعد أن قسمنا الأدوار فيما بيننا وتناولت أولى خطوات المشروع فجمعة المعلومات التي يجلبها طلاب فصلي في حينه تم سامي بفرز ما تم جمعه وتبويبه ضمن محاور مختلفة وكان دور محسن تزين واجهة المجلة وتدوين محاورها وبعد جهد جهيد وعمل جاد نال عملنا استحسان كل من المعلم وبقية التلاميذ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر